مرحبا أصدقائي تحياتي إلى الجميع مجموعة هامة ومنوعة من الأحداث التي تحصل هذا اليوم بألمانيا بسبب الزيادة الهائلة بتكاليف النبين كوستن الكثير من المستأجرين يتوقعون أن يصبح أصحاب الملك أكثر رحمة وأكثر صبرا ويتساهلون بسبب الغلاء الكبير الآن بألمانيا هناك مفاجأة كبيرة جدا وهي شركة فونوفيا التي تمتلك شركة عقارية تمتلك 490 ألف شقة للإيجار بألمانيا يعني كثير من متابعيني أعتقد يسكنون بشقق شركة فونوفيا هذه الشركة ادعت سابقا بأنها تراعي المستأجرين وستقلل من الزيادات بالإيجارات اليوم أعلنت الشركة أنه بعد الزيادة بأسعار التدفئة المنصوص عليها اعتبارا من شهر أكتوبر سيتم رفع سعر الغاز تكلمنا بهذا الأمر ستكون فواتير النبين كوستن عالية جدا ومن يتأخر بدفع الفواتير أو من يتأخر بدفع الإيجارات لمدة معينة تقريبا لمدة شهرين سيتم إشعاره بالإخلاء وسيتم عمل كوندي جونج له الأمر المزعج أصدقائي وأن هذه الشركة تمتلك أكبر عدد من المنازل بألمانيا فهي تستطيع السيطرة على سوق الإيجارات بألمانيا ورفع وخفض حيثما تشاء وهنا تأتي أهمية المطالب من قبل العديد من الجهات بألمانيا بأن تقوم الحكومة بعمل الخطوة الحاسمة والاستحواذ على شركات العقار من أجل الحفاظ على الناس وإنقاذ الناس من الغلاء يتوقع الخبراء أن شركة فونوفيا بهذا الإعلان اللي أعلنت عنها هذا اليوم أنها قامت بهذا الأمر من أجل جذب المستثمرين فبإعلانها هذا ستضمن الشركة استمرار الأرباح وتضمن أنه سيستمر الكثير من المستثمرين بالدخل إليها كونها ستحقق أرباح ولن تتسامح مع المتأخرين بدفع الفواتير عكس الشركات التي لديها رحمة سوف تتساهل ومن حيث الأسهم تنخفض أسهمها نتحول الآن الموضوع الآخر أصدقائي تتكون الآن صورة أوضح حول ما حصل لخطوط الأنابيب الروسية نورستريم واحد ونورستريم ثنيا الخط الأول كان يزود أوروبا تقريبا من نصف احتياجاتها من الغاز كما يبدو أن الخطوط اليوم تحديدا نورستريم ثنيا الذي تم بناءه وتوصيله ولم يحصل على موافقة من ألماني لفتحه وبكل الأحوار روسيا ملأته بما يعادل 177 مليون متر مكعب من الغاز وأقفلته واليوم تم الإعلان عن فقدان الضغط بنورستريم ثنيا بمكان يعني صار تسريد بالغاز مقابل أحد جزر الدنماركية اللي هي جزيرة بورنهولم وتم تصوير بقعة التنفيس التي يخرج منها الغاز كما ترونها أصدقائي بالفيديو وهي عملاقة للغاية بقطر واحد كيلومتر حسب ما صورته القوة الجوية الدنماركية بطائرة استطلاع والتوقعات الآن أكبر بكونها تعرضت لعمل تخريبي والأنابيب نورستريم واحد ونوردستريم ثنيا هذه صورتهم بالخرائط هم ممدودين يعني بالبحر كلفة إنشاءهم عالية جدا وتحديدا نوردستريم ثنيا رئيسة وزراء الدنمارك اليوم قالت أن الأمر خطير جدا كون بلادها رصدت ثلاثة أماكن تنفيس بأنابيب الغاز نوردستريم واحد ونوردستريم اثنين ومستحيل أن تكون صدفة بل هي على الأرجح عمل تخريبي والعبث بأمن الطاقة هي فكرة مرعبة جدا المشكلة الأكبر أصدقائي هي أنه الأنابيب الآن معطلة وتصليح هذه الأضرار قد تستغرق سنين طويلة حتى لو تصالحت روسيا مع الأوروبيين فسوف لن يكون ممكن يعني ضخ الغاز عبر هذه الأنابيب مجددا إلا بعد مرور سنين من أعمال الصيانة الموضوع الآخر أصدقائي بألمانيا كانت الخطة هي الغاء الطاقة النووية بحلول نهاية هذا العام وهذه الخطة دفع باتجاهها بشكل كبير حماة البيئة وحزب الخضر الآن من المخطط له وحسب ما أعلن وزير الاقتصاد عن الخضر روبرت هابك أن تتوقف المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية بألمانيا عن توليد الكهرباء بحلول نهاية هذا العام وتبقي اثنين من المفاعلات أو يتم لبقاء على اثنين من المفاعلات لكي تكون بوضع الاستعداد في حال حصل نقص كبير بالطاقة لأجل أن لا تنطفئ الكهرباء عنها بألمانيا الآن وزير الاقتصاد روبرت هابك يعبر عن قلق الشديد كون فرنسا الآن انخضت توليدها من الكهرباء بشكل كبير بسبب توقف نصف مفاعلاتها النووية عن الخدمة لأجل الصيانة ففرنسا كانت بالسابق تبيع كهرباء لألمانيا مصدر الكهرباء الطاقة النووية يعني بيأقوات الحاجة والآن فرنسا لا تبيع لألمانيا كهرباء بل تشتري جزء من كهرباء ألمانيا الذي يتم إنتاج بطاقة الريح وتشتري جزء آخر لتعويض النقص من السوق الأوروبية المختنقة بسبب قلة المعروض وكثر الطلب ويقول الوزير أنه في ظل الوضع الراهن ممكن تبديل عمل مفاعل إزار ثميا النووي إذن أصدقائي الوضع مضطرب وغلاء الطاقة الآن جعل السياسيين من حماة البيئة يمرون بمعضلة فهم محصورين ما بين طموحات ناخبيهم الذين رغلون إنهاء الطاقة النووية وما بين الواقع الذي يقول إلى أن هذه السياسة قد تدمن قصاد البلد وتسبب حتى انقطاعات بشبكات الكهرباء بألمانيا الموضوع الآخر أصدقائي بعد إعلان الرئيس الروسي حالة التعبئة الجزئية ووضع 300 ألف جندي احتياط بحالة التأهب الآن هناك شيء يحصل بروسيا وهو مكاتب التجنيد بكل المدن بالبلاد تجمع معلومات عن الشباب الذين هم بعمر العسكرية والأهالي لديهم شعور بالانزعاج ويعتبرون أن الوضع غير مريح من ناحية أخرى حصلت حالات مغادرة للبلاد بشكل كبير جدا إلى الدول المجاورة فمثلا دولة فنلندا شهدت ازدحامات مرورية على المعابر الحدودية بنهاية الأسبوع ودخلها بنهاية الأسبوع الماضي حوالي 20 ألف شاب روسي وصور وفيديوهات المعابر الحدودية الآن تنتشر بوسائل الإعلام الآن دولة كازاخستان تعلن أنه حوالي 98 ألف شاب روسي دخل للبلاد بعد إعلان الرئيس الروسي للتعبئة الجزئية والسلطات الكازاخستانية تقول أن دوائر الهجرة لديها آلاف الطلبات لطلبات إقامة وآلاف الطلبات بالحصول على رقم تعريفي كي يعني يتم استعماله بفتح الحساب المصرف يعني آلاف الروس يتقدمون بطلب الحصول على رقم تعريفي لأجل فتح حسابات مصرفية وآخر الأنباء تقول أنه الآن الحدود الجورجية شهدت ازدحان مروري كبير واصطفت هذا اليوم حوالي 5500 سيارة لشباب روس أيضا يهربون من بلدهم ويخافون من الخدمة العسكرية ومما تخبئه لهم الأيام وزير الداخلية جورجي اليوم قال بمؤتمر صحفي أنه بأول أربعة أشهر من حرب أوكرانيا دخل إلى جورجية حوالي 50 ألف مواطن روسي أما الآن باليوم الواحد يصل إلى جورجية 10 ألاف شخص من روسيا وكلهم يحصلون على إقامة لمدة سنة بجورجية الآن نتحول للموضوع الأخير الإعلام الألماني ينشر الآن تقارير عن دراسات عديدة تفيد بأن فاتورة الغاز وفاتورة الكهرباء سوف ترتفع بشكل كبير جدا هذا العام وسترتفع أيضا بالعام القادم بوتيرة لم تشهدها ألمانيا بتاريخها الإعلام الألماني الحكومي ينشر هذه الأنباء أصدقائي وهناك توقعات بأن تصل الفاتورة إلى حوالي 500 يورو لكل بيت صغير ولكل عائلة صغيرة عادة ينظر إلى الأمر العائلة الصغيرة تتكون من أب وأم وطفل واحد ويقول الخبراء والمحللين بالدراسة أن العائلة الكبيرة التي بها مجموعة أفراد أكبر من عائلة صغيرة مثلا عدد أكبر من الأشخاص خمسة أو ستة يسكنون ببيت كبير وهنا يعني الإشارة إلى أنه بيت كبير هو ليس شقة ستين أو ثمانين متر قد يدفع من يسكن ببيت كبير وأفراد كثيرين فاتورة عالية جدا للطاقة قد تتجاوز الألف يورو بسبب استهلاكهم الأكبر للطاقة والأمر يرجع بالأساس إلى أنه كل مصادر الطاقة ارتفعت أثمانها مثلا الغاز الطبيعي كان الميجاوات الساعي 20 يورو بربيع 2021 الآن 170 يورو وحتى من يدفع منزل بالخشب الخشب ازداد ثمنة خمسة أضعاف عن ما قبل حرب أوكرانيا ومن يدفع منزل بالهايتسول فقد ازداد ثمنة بمقدار 56% كل هذا ومن ناحية أخرى الطعام والشراب والمحروقات وكل شيء نحتاج بحيات اليومية يزداد ثمنة بجنون كبير وخط الأنابيب للأسف اليوم تعرض لعمل يعتقد أنه عمل تخريبي حتى لو تصالحنا مع روسيا الآن فضخ الغاز سيكون مستحيل وصعب جدا ويستغرق سنين طويلة يجب أن يتحرك السياسيين وإلا سيفلس الجميع وسينتشر الفقر بشكل لم تشهده كل الدول الأوروبية هذا الموضوع وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادئتوا تحياتي لكم نلتقي قريبا مع السلامة